ايه العمل اللي انت بالنسبة لك لحد الوقتي كل ما بتشوفه بتقبه فيه يعني هو ده يعني انا مثلا بالنسبة لي احلى فيلم عملته في حياتي ايه اصلا ليه سود مع احمد حلمي فدايما فخور بيه دايما ايه العمل اللي بالنسبة لك كده الحقيقة انا يعني كان ليه حظ ان فيه افلام كتير انا ببقى سعيد بيها يعني في حاجة قريبة بتقبه من قلبك اول والله بص اول حاجة طبعا سكنرالي لانه كانت نقلة في حياتي يعني نقلة جبيرة يعني ودور تقيل مش مش وفيه تغيرات يعني يعني مش حاجة ثابتة وخصوص ان انا بعمل مشهد هاملة جوه السلمة هي كانت قصة حياة يوسف شايل اه شخصيت يوسف شايل شخصيته نفسها اه شخصيته نفسها وحتى لما جيت عمل معايا قال لي بص انا انا معرفش اقولك انا بتصرف ازاي قعد رأيبني بالزافت اه شوفت انا بتصرف ازاي هوش خصوصي مش سهل ابدا اه فطبعا هو ما كانش بيقودني اوي في اسكندرالي كان سيبني يعني هو اكتشف موهبتي بعد اسكندرالي عالمافيولا يعني هو كان بيبص انا انا باخد الشخصية ازاي فبعد كده قال لي لا ده انت اه انت باخدش راح مرشح للدور ده انا مكنتش مرشح اه هو كان انا قال انا عاوز اه اه فتيان يعني مين فالاستاذ صيف عبد الرحمن اه ومحمود الخولي رحمة الله عليه الاتنين بيشتغلوا مع الاستاذ يوسف شايل اه فاسوس الف عبد الرحمن كان زوج اه 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 امي في افوه وارنب مدام رجاء حسين فهو كان بيجينا دايما في التصوير فاحك شاهفني متعرف علي واش في رح قال له ان فيه اه اه واحد اسمه موحصي موحذ الدين عامل كزا وعامل كزا فهو مكنش شاهف يعني حاجة 어떻게จะ نشاهد ؟ يعني مليان بقى حبوب فعجبه قوي الحبوب فوش ايه الفكرة بقى انه هي فترة مرحقة اه اوكي فقالها يعرف يعملوا الدور صح لا ابدا هو قال لي انت انا بص انت بيقولوا عليك ممسك واس قلت له متشكري عم قال لي يا عم عم ايه ده فقال لي بص انا هقولك حاجة انت عندك صحاب قلت له عندي قال لي طب هتقولي انه مرة جاي فروحت احمد احمد سلامة وعبدالله محمود رحمة الله عليه وروحنا ادينا النص وقال لنا اقرو كل واحد يشوف هو شايف نفسه فقاني شخصية فلما روحنا انا قلت له انا هلعب بالشخصية الولد اللي هو بتاع البنات ده يعني الشائدة اللي هو اللي عبدالله احمد سلام فقال لي لا انت هتقولي عبدالله يحي قلت له لا يحيي قال لي قلت له دمعات انا هلعب قلت له كده في وش ومعرفش نوع لا لا بالشخصية قلت له ده دمعات قال لي انا اقولك يا حمار ده قال لي انا اللي اقولك تلعب دور ايه انا اللي شايفك في الشخصية دي بس هقولك حاجة قال لي قلت له ايه قال لي انا اقدر اساعدك في كل حاجة لكن في مشهد انا مش حادر اساعدك فيه هو ده اللي هيعرف جزبت للناس انك بتاعرف تمثل اللي هو هاملت هاملت هو ده بس فطبعا عمل معي تست على هاملت وخلاص خدت الدور بقى وعملت رقبته قد ايه قعدت رقب شخصيته قد ايه ايه التصرفات اللي مثلا علقت قوي ولي هو أستاذ يوسف شايفين ما بيتقتقش قليل لما بيبقى في حالة معينة يا اما يبقى عصبي ممه يا اما يبقى ااما مش عارف يوصلك يعني شايف مثلا انك ايه عندك زكاة محدود فبيحاول يدور على إزاي يوصل لك اللي هو يوصل هولي فيبتدي يتوتر لكن هو عموما ما بيتأتأش في حياته إلا في الوقتين دون للاشتراك زوروا موقعنا الفاتيجي دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية